يقول والدتي توفيت من أسبوعين يعني كانت تمر بأمراض أو تعربت لأمراض مزمنة يعني ذكر جملة من الأمراض يسأل يقول هل هذه تكون شهيدة يوسف بارك الله فيك و أحسن الله عزاك و أضم الله أجرك و جبر الله مصابك و جعل جدتك في جنات النعيم أقول الفاضل يعني بالنسبة لهذه الأمراض كفارات النبي عليه الصلاة و السلام بيّن بأن هذه الأمراض كفارات و لذلك المبتلى يأتي يوم القيامة يمشي و ليس عليه خطيئة و ليس عليه خطيئة بالنسبة للشهادة النبي عليه الصلاة و السلام سأل الصحابة ما تعدون الشهيدة فيكم قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد قال إذن شهدأ أمتي قليل ثم ذكر الغريق شهيد و الحريق شهيد و المبطون شهيد و اللي يموت بذات الجنب شهيد و الهدم شهيد يعني يطيح عليه جدار و يطيح عليه بناية شهيد أو حوادث انقلاب السيارات الآن العلماء يقولون مثل هذه فجدتك يعني العلماء قالوا بأن المرض الكلا هو ذات الجنب اللي قال عنها النبي عليه الصلاة و السلام فيرجى لها الشهادة اسأل الله تعالى لها الشهادة ترجمة نانسي قنقر